رفعت أو خفضت مؤخرا أسعار الفائدة لمرتين منذ نوفمبر ها هي العملات الرئيسية أمام الدولار الدولار الآن يسجل فقط تراجع بـ 14% أمام اليورو كانت الخسائر أكبر من ذلك كان وصل اليورو إلى 1.0519 في أدنى مستوياته حتى الجنيه الأستلين يمحو كل الخسائر أمام الدولار الأمريكي لأن الجنيه كان فيه تراجعات خلال جلسة اليوم ويعود يسجل ارتفاع الدولار أمام اليورو متراجع الآن بـ 0.1% كان وصل إلى 119.74 إذن هدوء للدولار أمام العملات الرئيسية الجنيه على فكرة كان وصل إلى أدنى مستوياته في خمسة أعوام الدولار الأسترالي ما يزال متراجع بقوة أمام الدولار الأمريكي لأنه بعد أرقام الصين الضعيفة بسبب العلاقة التجارية بين أستراليا والصين ونحن نعرف أن الدولار الأسترالي كان وصل اليوم إلى أدنى مستوياته في ستة أعوام للمزيد إذن قبل أن ننتقل إلى ضيفنا هذه الأسواق الأوروبية الفوتسي على تراجع بعض الشيء والكاكرونت على ارتفاع المؤشرين كانوا عند أعلى المستويات منذ 15 عام يوم الجمعة الدكس يتراجع عن المستويات القياسية التي سجلناها يوم الجمعة للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبوظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين أهلا وسهلا بك لنبدأ مع الباوند كل القصة على الباوند هذه الأيام في توقعات بأن نرى انهيار قوي للباوند خلال الفترة المقبلة في ظل أنه ممكن أن نرى هانك بارليمنت في بريطانيا في الانتخابات العامة في شهر مايو حتى البعض يتوقع مستويات الـ 1.35 ما رأيك؟ وعننا أيضا نور الدين أرقام مهمة جدا يوم غد أرقام تضخم ممكن أن نرى أول ديفليشن أو تراجع للأسعار في بريطانيا منذ العام 1960 لا يمكن أن نعتبر انهيار بهذا الشكل الكبير لكن من خفاضات حد هذا الشيء قد يكون في ظل طبعا وجود ضبابية أو أكبر ضبابية في تاريخ الانتخابات البريطانية كما أنه فيما لو حاولت تقوم بتسعير أوبشن نحو الأسفل أو عقود خيارات نحو الأسفل بسترايك أو برقم مستهدف عند حوالي 1.40 هناك نوع من التكلف العالية جدا وهو ما يشير في أسواق الخيارات لأنه هناك طلب كبير على عقود الأوبشن نحو الأسفل بالنسبة لجينيليسترين الآن فيما لو حتى لو شهدنا نوع من الهانك بارلمنت لازالت حرب العملات ستستمر من جديد وسنشهد مرة أخرى احتمالية استمرار كل البنوك العالمية بضخ المزيد من السيول وأيضا تأثير على عملاتها انخفاضا مستويات الجينيليسترين لازالت في الوقت الحالي هي 45 مهمة جدا التي لازمنا نقف عند مستوياتها لكن ما دون هذه المستويات قد يفتح بالفعل المجال لمزيد من الانخفاض طيب دولار يواصل الاجتفاع أمام معظم العملات تعودت هذه المكاسب القوية الأسبوع الماضي أكيد يعني محضر الفيدرالي شجع المكاسب على الدولار ما هي المستويات المستهدفة الآن لليورو برأيكم على الأقل سننتظر أولا الأسبوع الجاري المزيد من الأرقام الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بشهر مارس بعد الأرقام السلبية التي آتت خلال شهر فبراير الماضي لدينا هذه الأسبوع لدينا أرقام ريتيل سيلز أولا تتبعها أوامر أو مؤشرات القطاع الصناعي وأخيرا معدلات التضخم هي التي ستحدد اتجاه الدولار فيما لو بالفعل شاهدنا مرة أخرى المزيد من الأرقام أو مزيد من التحسن أو عودة التحسن هذا الشيء قد يؤدي مرة أخرى إلى استمرارية الضغط على اليورو في ظل طبعا أن البنك المركزي الأوروبي يستمر في نفس السياسة والمزيد من التيسير الكمية أيضا في الطريق هذه من جهة الجهة الأخرى أيضا فيما لو أتت الأرقام على عكس توقعات في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشيء الذي قد يؤدي نوع من الاستقرار وليس نوع من الانخفاض كبير في الدولار الأمريكي نوعا ما سنشهد نوع من الاستقرار بالنسبة لليورو عند مستويات التي هي عليه الآن ما بين 1.5 و 1.06 هذا الشيء أيضا يبقى وارد نور الدين ماذا عن نظرتكم للدولار الأسترالي في ظل هذه الأرقام المخيبة من الصين الدولار الأسترالي خلال يوم الثلاثاء الماضي أصدرنا أو نوع من أو قمنا بإرسال نصيحة للمتداولين في ببيع الدولار الأسترالي عند استريال 77.30 وصلنا إلى 77.35 ومن ثم شهدنا نوع من الانخفاض وهذا الانخفاض الكبير في الوقت الحالي المزيد من الانخفاض قد يحصل خصوصا في ظل هناك وجود نوعا ما إشارات إلى أن يقوم البنك المركز الأسترالي لمزيد من التيسير الكمي أو نوع من الإيزنغ من خلال تخفيض أسعار الفائدة مستويات مدون مستويات 75 وحتى 74 قد تكون هي المناسبة خلال الفترة المقبلة نور الدين دعنا ننتقل إلى الذهب الذهب كان عليه بعد الضغط في الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الدولار أيضا هل من مستويات مستهدفة للذهب؟ نوع من الاستقرار لازال منذ بداية العام الجاري ما بين مستوية 1180 و1220 في الغالب ما ستستمر هذا الشيء طبعا الذي شهدنا خلال يوم الجمعة الماضي ارتفاع الذهب مرة أخرى إلى حوالي 1210 يأتي بسبب الأرقام المفاجئة من الهند والتي أظهرت نوع من الارتفاع في الـ Gold Imports والتي هي واردات الذهب في الوقت الحالي لن يكون هناك في تغير كبير جدا حتى نشهد مرة أخرى سياسات البنوك المركزية وعلى رأسة التي ستكون أيضا من جديد اللي هي البنك الاحتياطية الفدرال الأمريكي فيما لو سيرفع أسعار الثالب في يونيو أم سيعود مرة أخرى بالاستقرار أو دون التغير شكرا إلىك نور الدين الحموري كبير سراتيجي الأسواق في ADS Security شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك تخدم النفط لأغراض سياسية ضد أي دولة وأنها ليست في صراع تنافس مع النفط الصخري أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على أن لا يتم الارتباط بعقود مشاريع والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشاريع القائمة وفيما يخص قواعد وإجراءة معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية ألغى مجلس الوزراء المادة التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها حيث تلتزم هذه الجهات في حال العقود التي تزيد قيمتها عن 300 مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها ومشاهدين نذكر بمؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم ها هو ينهي الجلسة على ارتفاعات جيدة ونحن نقف أو هذه الارتفاعات تأتي لـ ترجمة نانسي قنقر